اشتركوا في القناة ازراءات اقوى واشمل لمنع انتشارها بين الشباب العراقي الذي يعاني البطالة والفقر اضافة الى تأمين الحدود من خلال قيادة الحدود والقوات البحرية في المحافظة طبعا هو التعاون ليس فقط مع الجارة ايران لكن التعاون حتى مع الدول المثل ما وضحت سواء الجانب الكويتي او الجانب السعودي او حارس الحدود في المناطق الاخرى والمحافظات الاخرى لغرض الحد من ظاهرة انتشار او نقل او المتاجر في المخدرات على كل الحدود المحاذية لمحافظة البصر سواء الحدود المتعلقة بدول الجوار او الحدود الداخلية مع المحافظات الاخرى وانتشرت ظاهرة المخدرات في البصر لكونها منطقة حدودية تحيط بها دول اما منتجة او مصدرة لهذه الافاة طبعا المخدرات هي ظاهرة متفشية وخاصة في البصرة البصرة منطقة حدودية تحتها دول اما منتجة او مستهلكة للمواد المخدرة لذلك احنا الاجراءات اللي تقوم بيها كدولة او وزارة الصحة اعتقد اقل من الظاهرة اللي موجودة خاصة في مدينة البصرة من جانبها نددت عضو مجلس النواب سناء الموسوي بالتدخلات السياسية في السلطة القضائية خصوصا فيما يتعلق بملف مكافحة المخدرات في البلاد محذرة من ان ترويج وتعاطي المخدرات تحول الى ظاهرة تهدد الاجيال مؤكدة ان على الحكومة ان تدق نقص الخطر وتتحمل مسئولية تحدي انتشار المخدرات في العراق وان تأخذ على عاتقها مسكو المنافذ الحدودية وادارتها بطريقة مثلى واتغلغلت هذه الافاة الى جسد الشباب العراقي بعد عام 2003 بسبب الفوضى الامنية كان قائد سرطة محافظة البصرة قال في وقت سابق ان النسبة ما لا يقل عن 80% من المخدرات يتم تهريبها عبر الحدود البرية بين العراقي وايران